اشتركوا في القناة عينو قطف النور والدي احنا لازم نتكلم فيه؟ في اللي حصل ده مش عايز تتكلم في أي حاجة انت كان ممكن تحاول مع الدكتور جلال انت ايه؟ حاسس بالذنب فجاي تقولي أي كلامه خلاص ولا ايه؟ لا 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 أمه ليه؟ جاي تقولي كان المفروض أقولي إيه الجلال؟ تفضل عندك تليفونات الشركة تكلمه ما تكلمه؟ موليد أنا مقدر أنك مدهي بس أنا متأكد أن أميرة مش ممكن تكون أميرة مين يا ابني اللي بتكلم عنها دي؟ متى الظاهرة خلود إن حالتك بخليك تشوف المشاكل على سكيل صغير أول أميرة دي دخلت حياتك من شهرين شهرين ستين يوم الحكاية دي ما تتقسش بالأيام أبدا بتقولي عشرين سنة أنا عارف أنت أكيد مش فاكر إيه اللي حصل وبيحصل من عشرين سنة بس للأسف أنا فاكر كويس أولي من ساعة ما قلت لنفسي حكاية الطيران دا حلم وممكن يتعوض الأحسن أن أنا أخش هندسها مع أخويا أكتفي في كتفه أساعده وأسنده لو أحتاج حد نشيله أنا النهارة بس اكتشفت أني مش قادرة بات بره البيت ليلة ليلة واحدة بالعشرين سنة عشان لو صحيت أنت في يوم من الأيام ضايع تلعيني قدامك يا خلودة أنا اكتشفت النهاردة بس أن أنا عدت لأربعين من غير جواز ولا حتى احتمال ضعيف أني ممكن أتجوز في يوم من الأيام مين دي اللي عدت؟ مين دي اللي عدت أخدني بخويا تستحمل المشكلة دي طول العمر اكتشفت أني بيت راجل كتاب راجل كتاب بكتب باستمرار طول الوقت لازم أقلف قصص وحكايات علشان أعفيك من مقابلة الناس مثل هاردة بس ركزت في قصرات كل اللي حواليا قصرات مليانة شك اللي فاكرني فلاتي واللي فاكرني تجي يا أميرة دي بوست كل تجي او عتفتكر أني أنا بالوق أو بحبلت مسؤولية العشرين سنة دولي خالص خالص انت مطلقتش أنا اللي اخترت ومش اخترته مرة أنا اخترته عشرين مرة كل مرة كان بي قدامي نفس السؤال وبختار نفس الإجابة ودايماً كنت فاكر أنها الإجابة الصحة بس النهاردة فاكر كايت أشوك أرجوك أخلوك تقوم بكرة كويس أنا بقدم إحتجابات برا البيت اللي دي خالد الصاوي أنت تعطيني هذين انت بعض فضل بحجم حبك لإنسان تعاتبه وقد لا تعاتبه البدا إنسان معين أنا أعاتبه؟ أي إنسان آه يعني بحجم حبك أنت بتعاتب وصح ما تعاتبش خالص لا مش هعاتب أنا بصراحة بس يعني أنا مش هذكر هممين بالزبط لكن أنا هقول إنه أنا مش عايز أسماء أنا عايز القيمة نفسها لا والله هو أنا بس أنا في الغضب بتاعي ساعة الغضب بتنغلق المداخل يعني أفهم كده أنا كنت أنا تعاتب بعكس ده أنا دلوقتي أنا مش عايز أعاتب أنا عايز إنه بالعشم أنا في المرحلة دي بالذات مش عايز أزعل من حد ولا عايز حد يزعل مني وبدور على اللي زعلنا من بعض بصرحو آه نتجاوز ده نتجاوز عايز يعتبني ماشي ما عنديش مشكلة لكن أنا مش نقوي إن أنا لك أنت ما بتعاتبش حد؟ حالياً لا ما عنديش حد عاد خالص يعني اللي عم حد غلط فيك بتعاتبه؟ كان قبل شوية الأخرانين دول شوية الأخرانين دول يبدأوا أنا بالنسبة لفترة الشوية اللي هو تاب فيهم خالد الله يرحمه خالد صالح نعم وما بعدهم وبعدين فترة اللي تاب فيها والدي ودخل مستشفى ما أثر فيك قوي رحيل خالد صالح طبعاً طبعاً ما أثر بتأثير شديد بالتأكيد بالتأكيد فبعد ده يعني قصدي يعني حضور الموت والمرض لنا المركزة والبتاع واخدني لمنطقة إنه ما تخلونا نتخانق في المهمة وفي المفيد بس وإذا كان فيه أشياء يمكن تجاوزها من ناحيتك اللي هاجل حد بدون استسهال في الحقوق بالعكس يعني إنما قصدي مش مستهلة قوي إنه نبقى لأنه مثلاً لا قابلت ناس كتير قوي في الوقت ده من اللي إحنا زعلانين مع بعض أو بتاع أو يعني في بيننا موقف أو حد قال عني كلمة أو مش عارف إيه في المواقف دي كان حضور الموت أو المرض كيف ترى الموت أقوى كيف ترى الموت لا أنا بالنسبة لي أنا أحلحك أنا كان عندي كوت كده كنت يعني فيها بارك إنه إنه أنا أحب الحياة ولا أتسولها أنا أحب الحياة ولا أتسولها ولا أتسولها وهب الموت ولا أركع أمامه نعم يعني مش هيحصل المشهد بتاع أبداً إنه واحد ده أقول له أرجوك ما أتموتنيش أرجوك أنا عايز أعيش أو لا ده كان هدفي كله إنما هو له مهابته وكل حاجة ولكن عند درجة معاينة إذا قدر الإنسان إنه يكافح تعلقه بالحياة لدرجة إنه يعمل أي حاجة بس يفضل عايش أو إنه يحس الموت ما هواش أخطر الحاجات لأخطر الحاجات أن يعيش الإنسان بلا شرف مثلا وده شوية من هامي بالتاريخ الفروسية عموما أنت عاشق للتاريخ؟ ليه عاشق للتاريخ طبعا أنت بتعتبر التاريخ ده هل هو علم الحوارس الميتة؟ التاريخ حي آه مش علم الحوارس الميتة بعرفش طبعا دقة يعني من قائل التعريف ده وقد يكون فيه وجاهها أنا مش أخذ بالي منها دلوقتي ولكن أنا بالنسبة لي ما إن أفتح كتاب تاريخ الأمور بتحضر تحضر تماما يمكن جزء منها خيالي وجزء منها ده إنها بتنطبق على دلوقتي مش بمعنى إنه اللي حصل بيرجع يحصل تاني لا هل تتمنى إن التاريخ ده يتحول إلى نصوص أدبية وفنية؟ يعني حد في الدنيا أستاذ مفيد يعني حد في الدنيا يبقى عنده هذه المناجم المناجم من ده أنا عندي المكتبة نصها في جزء التاريخ ده نعم نصها تاريخ العالم كله ونص تاريخ مصر حد يبقى عنده هذه المناجم وهذه الصروة الرائعة وهذه المنابع وحولهاش إلى مية حاجة مش بس يعني أضعفها إيمانا إننا نحولها إلى نصوص كلنا نفاخر العالم بيها نصوص أدبية ونصوص فنية ومسلسلات وأفلام وده أقل الشيء ده غير إنها لازم إنها تبقى في دمنا كدراسة للشباب لازم الولاد ينشأوا على معرفة ومحبة وكراهية طوقة الضعف اللي في تاريخهم واستنفار النخوة فيهم إنهم إزاي نسترد ما كان مشرقهم من تاريخنا ونعود واستنباط دروس التاريخ طبعا وده أهم طبعا تعطيني انطباعا بأنك كاتوم هل ده صحيح؟ كاتوم يعني غير معلن المشاعر فعلا إلى حد كبير تعطيني انطباعا إنك تأملك للأشياء قد يفقدك لزة الحياة فيها لأن التأمل أحيانا يمكن أن يعجم عنك الكثير قومت ده لأنه أنا اكتشفت برضو إن أنا كان جوايا بعض الميول الاكتئابية وقدامها ميول هستيرية واستعراضية ويعني عندي شوات حاجات متناقضة كتير جدا سيطرت عنيها يا خلي آآ آآ سيطرت أنا اشتغلت على نفسي كتير تسمح تقولي إزاي؟ اشتغلت على نفسي كتير يعني أنا كان ممكن جدا في مراحل معينة طاقة الغضب اللي جوايا والصدام مع المؤسسات مع العالم مع أي مؤسس الجامعة المدرسة السلطة عموما عندي كم مشاكل دائما مع وجود سلطة ضد رغبات كل دا في أحوال معينة مع بعض النزاعات العنيفة في الغضب أو دا زي بقوله حكي أنا وظفت فبقيت أوظف كل حاجة وافس الأمور عن بعض واشتغل على نفس الشوية حيانا أخطئ بتقنن زي الغضب من السلطة الأبوية لا ما عنديش مشكلة مع السلطة وهي دي الغريبة وهي دي الغريبة عشان كده عشان كده بقوله حضراتك عادة يعني أنا كان عندي فترة ثورات بقى من الغضب جات لي فترة مع أنا مش متحقق وبشتغل في ميت شغلانة لكن محدش معترف بيا ومش قادر أنجح وبتاع فكان جات لي فترة وبعد فيلم جمال عبد النصر كمان حسيت أننا يعني كما لو كان وأنا حشى بالفيلم الواحدي يعني فيلم فشل وأنا راجل جاي من باكراوند مصرحي وشاب يعني ليه خلاص لن أمثل مرة أخرى استبقتوني يعني تماما فجالي بقى بقيت وقتها مكتئب بس أنا ما قدرش أكتئب اللي هو أكتئب بعض بقى في البيت واحزن وحط إيدي على خد اكتئبي بتحول لحاجة تاني وأنت دموعك عصية جدا عشان كان بتبقى فرصة رائعة إن أنا لم يجي دور في التمثيل ويعني يعني يبقى فيه ما يبرر إن الإنسان يبقى فيه دموع فعليه تبقى فرصة هايلة بالنسبة لي لأنه عادة صعب صعب يعني ممكن الدور يستفز دموعك أه طبعا وده مجال آمن ولطيف بحس إنه هو هنا حلو دموعك في المشاعر الطبيعية ندرة ندرة وإذا حصل لازم يكون لوحدة لوحدك أنت لا تطيق أن يرى أحد دموعك تفتكر ليه هل ده هل لا تريد أن يرى الناس خالد السوي في لحظة ضعف يعني أنا تربيت على الراجل مبعياتش ومبقولش عمي شوف أخويا الوقت الحي أبقى من ميت وخبالك ما هو ما يبقاش موت وخراب ديار ما تحضرونا رجالك الوقت الأمانة معنا وما حدش من أهل الحارة ولا من المعازيم عارفين باللي حصل أنا بقول أن أجل إعلان الوفاة نداري الأمانة جوه 3-4 ساعات من غير ما حد يأخو باله لغاية ما تلم فلوسك كاسر الله ده أنت ما لمتش نص فلوسك لغاية دلوقتي راوي أنت بتقول إيه بقاولة رأس حبش جمي طب والله لو عايشة وسامعانا دلوقتي لا توافر الوقت إحنا ربنا بعتانا الفكرة دي عشان يلطف بينا حنرفو ده إحنا لطفو ده بحرام بقا يعني ربنا هو أقف الفرح وإنتوا بتعندوق تا ست بلاقي ريك حبه سيب الرجالة تتكلم أعمل يا رئيس حرش بقا أنت ما تعملش إحنا اللي هنعمل يلا رجالة نداري الأمان بقا بقا أنا أمي ماتت يا ناس أمي ماتت يعني كل حاجة حلوة ماتت يعني البركة والدعا ماتوا أنا بس اللي حز في نفسي ده ما تتزعلانة مني آه آه لدي على أبو الفلوس على أبو الجمعيات على أبو الفرح على أبو البكر وماز انزل يا عسل الشلطة بالفرح انزل قول للناس اللي استزادوا أم أمت إيش أنت والخارجة بعد صلاة الفكر عليها الغاوط ومن له الغاوط هل تلعب لي يا أخوي أنا لعب هل لا تخطئ نظرتك في البشر أنا بتديني انطباع كده إنك تشوف حد فإما أنت أمانله أو لا ودي قوية بالوقت يعني زمان كان عندي بعض الأفكار يعني وأنا طفل وأنا صبي كان عندي الحدثة ده أصاحب ده أو مصاحبش ده أو أحط نقري من نقري ده أبو بتاه كانت عمرها ما بتكذب هل هي فراسة؟ عمرها ما كدبت عمرها ما كدبت؟ حدث مكذبتش جات فترة معينة كده في مرحلة الجامعة عام بعدها لما الإنسان بيبدأ يعمل شوية نظريات ويحل النظريات دي محل أفكاره أو حدثه يعني الأول وكمان كنت بحاول أننا في الوقت ده يبقى لها طبيعة تانية غير الطبيعة الأولى يعني أنا أول مرة ضاعت مني ودي مرة وحيدة اتأول وطلعت البطاقة وخدت مفتاعة شخصية واستلمت من أهلي مفتاح الشقة كان هو عمان التكبير بقى دلوقتي تدعى ترجع بتاقى مش ترجع عني فأي بتاقى لا بترجع بقى من دروس من مش حارف ايه لمدى معين بتاقى فكان شوية حاجات كده قوامها إن أنا كده بقيت راجل بقى وبتاقى فضعوا فاتضيقت البطاقة والمفتاح فاتضيقت من نفسي بشكل لا يمكن تتخيله لا يمكن تتخيله وأنا عقب نفسي يعني لما تدعى من نفسي معقب نفسي أسوأ من أي حد ما ممكن يعقبني مش بقاسة نفسيا أحيانا كنت فيزيقيا كمان بس بطلت دي كنت تقدر مفتا مرة بس بطلتها مرة بطلتها لما كنت بلعب بوكس عربت نفسي بوكس فوقعت فأعدت أضحك طبعا لأنها ممكن عقابا مجد يبقى ده أغبة مشهد طبعا في العالم أحيانا محتاج نورمين ويزدون بقى وقتها عشان يدي نفسه بوكس لا بس أنا متفاهمه يعني يعني عازز لما بتقول تتعطب نفسك يعني أه فيعني لأنه برضو نوع من الإنصاف يعني انت رو حد دقيقك بتتديله وبتاع طبعا لما انت تضيقت من نفسك دي طبعا بطلت الحاجات دي بس البدائل بتاعتها لا تقل عنها عنفا نفسيا انت مش عانيت بس مع الناس عيانا انت عانيت مع نفسك بتديني اللي انتبعه ده طبعا طبعا وبتبقى كل القصة انك بتحاول تروض الديب ده أو الوحش أو الحيوان ده بتحاول تروضه وتوظفه اللحظة للإنسان بيحس فيها انه هو مش بس الديب ده هو الديب وصاحبه بيحس انه هو بدأ النضوج تديني انتبعه أيضا انك انت شكرا بحب الزئاب اه مناخب اه مناخبتلسة عايزة اسألك ليه بتحبهم لما حاجت بص شوية على حياتهم وعلى انا بحب القنوات اللي بتزيع طول الوقت عن الحيوانات وعن حياتهم اقرب حيوانات من نزملك ايه خدد المجموات البي كاتس الاسد والنمر والدول دول ومعاهم اتنين غراب شوية اللي هما الزئب والدرفيل اه لكن الزئب بالنسبة لك حياته الاجتماعية والمجموات المواهب اللي عنده عنده كاميرا ضارف انت قلت حياته الاجتماعية اه انت بتتكلم عنه ككائن انساني اه انا محترم ده جدا فان بس انا حبيتها فهم يعني جدا حياته الاجتماعية وتراتبية معينة ومن اول يعني لو هما كبز وغري هما شوية مش يعني قصدي قصدي الجراء يعني جارو صغير يعني جارو صغير ده انا ما يكبر هما من اول ما تولده بيبان شخصية مين فيهم اللي هيبقى الزعيم من اول لحظة يعني خبطت لهم على مكان فرح واحد يجيهم طالق وما كله بقى ده وقت في واحد خاف ورجع وارها كرسيته انه يفضل طول عمره كده كده وده عيقصر بعد كده يكل اخر واحد وكل شوية واحد لازم يضربوه علشان يؤكدوا التراتبية اللي في ده وللعجب انه هما جوم يسجلوا معاهم بعد كده اصوات فاكتشفوا ان الزغار خالص ده اعزب الاصوات في العوائل اللي بعملوه اكترهم فيه شجن كده اديب عندك اكثر زي الفنانين اه حاجة غير ده الصغير خالص اديب عندك اهم من التعلب اه طبعا طبعا انت التعلب لا تفضل لا 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 مش زيجنك ولا التعلب وفي بالنسبة للقطة الكبيرة النمر طبعا النمر والاسد بس ده عندهم مشكلتين مختلفتين واحد اجتماعي واحد مش اجتماعي انت بتزور السيرك احيانا تحب السيرك جدا تحب السيرك جدا بس اكتر فقرة في السيرك اه 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 مش قوي بتاعت الحيوانات اه صراحة اه انحب الحيوانات بس يعني ايه لما بيزودوا فيه امتهان الاسد والنمر بالنسبة لانه هو مش بيامتهن انت ما بتحبش ينطوا من جوه النار والحاجات دي اه اقول لحضرتك احنا كنت اه اه انا وراتي كنا في اسبانيا وتفرجنا على السيرك وقعتنا في اول صف صف ويعني رايحين بقى احنا ايه مبسوطين جدا بقى اللي حنشوفه وبالزات فخرات بقى المهرجين اه انت ما انت ليش اهم شخصية عندك مين اقول لحضرتك اهو دي راح الجاي اه اه نمر منهم وانا عادت اعمله اه 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 اشكسه يعني زي عارف اللي هو بتاع خد في الشهر خد في الشهر الناس اللي هي بتاعشفه على اول صف اه 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 بقى نسى بقى نفسي خالص وبقى معايل جدا طفل دا جدا اه اه وبتاع انبسسلي ورح لافف بسسلي كده وعمل حاجة والله حسيتك يا ابا لكون بقول لي ايه حتى انت خلود يعني حاجة كده يعني والله حسيت كده انه هو يعني قلت له ان شفت قال لي ايه اتنعم قالت قالك ايه ان شفت بصيل انا بس قلت له ايه حتى انت عملت عكس وقلت لأ قال لي قال لي انه مصحش انا متهان دلوقت هل لي الحيوان لغة يا خالد لغة اه بس انا لو زي قلت الحك في الاول انا اتقدره واحبه قوي 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 اكتر في اماكنه الطبيعية والدايق اللي يدايقه في اماكنه الطبيعية ما بحيبش بقى الاوفرلاب ما بحيبش هو يخش عندنا النمر دا شخصية مهمة اتفرضاني انما الاسد اشتغل على الاسرة اسد السيرك مدلل يا خالد اسد السيرك انا كاتب فيه لان انا كاتب فيه حاجة ان هو يعني وانتمرر لانك انت كده ما ينفعش انه يبقى عده يعني انا بحب قوي 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 السيركة بس بصراحة فقرات بتاعت الاسد والنمر شوية انت حاسس ان هو بيمتهن يعني بالنظرة التأملية هو مش للدرجاتي بصف هو فيه ناس برضو متطرفة عارف انا في النص برضو يعني انا حاس ان هو خالد انا بسألك حبيبي انا عاوز اوصل لما يمكن ان يسمى واصحح لي ان ترسل اشياء على ميناء فانت دايما تقول لي انه مش قوي كده لا انا عاوز القوي في نظرك لا لا مش قوي لي حل حكلي لان انا جات لي فترات كنت فيها دايما استسهل استسهل ان ياخد الامور لاخرها وكان ظني دايما انه لما بتاخد امر لاخره زي ما تقول مثلا لا اطيق قطف الورد الورد اه اه او لا اطيق لما كنت ده كان باصبح يبدو بالنسباني ان الحياة مش قوي كده وان هناك كل حاجة بتبقى جميلة قوي فيه درجة التنوع ومفيدي الجرادية للامور فهمت فهمت لكن لا تحب القطع حاليا بخلي القطع فيما يستوجب القطع حلو فما يفقدش رونقه فتبقى بحاول اوظف الحدة في مكانها الصوت العالي في مكانه بحاول واحدة من نقلاتي فيه وتغيري وشغلي على نفسي فيه طب بما انك انت بتكلم عن الاسد واسد الغابة طبعا اسد الغابة في رأيك افضل مئة مرة من اسد السيرك لان اسد السيرك بتدور على شو؟ بيأكل ايش بيأكل ايش هل بيستعز بالتسقيف يا خادد انا عايز اعرف منك هل لما الناس بتسقف لاسد السيرك لا مايحسش ولا هو هنا فالس حضرتك بما انك اولا لزيك يعني انه بتحب اليوتيوب وشايف ان هو واحد من الاختراعات نعم العظيمة يعني نعم من نفس الشيء شوف كده كم مرة بيتمرد الاسد او نمر جوه ده القفص بديلك الاحساس ان هو كانش طيق نفسه طبعا بس منهم اللي قالك خلاص بقى واحنا نمشي جنب الحيطة ماذا اردت ان تقول في قصدتك وفي دوانك بعث الخيول؟ اه ده كانت مجموعة الحاجات اللي كتبتها انا في الجامعة ماذا كنت تريد ان تقول في هذا؟ يعني كان ايه هاجسك يعني؟ كانت اهو ده كان مثال لي لو حكي قصيت على ده وطبعا هي كانت اشعار صوت اكوتي قوي 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 ليه؟ صوت اشعار يعني هل لان انا عدت الى شيء قديم؟ طبعا شجن بقى بتاع الفترة الجامعة فترة الجامعة كنت اهدأ يا خالد فترة الجامعة؟ لا 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 كنت سائر انا اهدأ فترة فيها في حياتي هي اللي انا فيها دبق بما فيها من كعبالة بما فيها من صوت عالي احيانا هي افضل واهدأ هل اعتبر ان هذه الفترة الهادئة هي خالد الصاوي مي؟ طبعا ليها تأثير عظيم ليها تأثير عظيم طبعا 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 مي يعني زي ما قلت انه 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 دخول الحنان في حياتك في مرحلة معينة مع العقل مع التنسيق والترتيب المشترك مع الوانس بالمعنى المتكامل مش وانس بس لما بترجع البيت يعني احنا فهي مالة حياتي طبعا على اكتر من مستوى وساعدتني حتى كان ده المثال اللي احنا كن يعني قبل الجوازك بتقول لي انت بتحب النمر وكلامنا بقى في موضوع النمر والاسد قالت لي بس انت جواك كمان الاسد اللي هو بتاع العائلة ده اللي مشوفك كل اسبوع مركز مع اهلك وبتتصل بيهم او بتروح لهم او بتاع فبقى بالنسبة لنا يعني ايه الهزار على ده انه في ايقونتين كده ايقونة النمر البوهيمي اللي منطلق لوحده فرضاني في الحياة وايقونة الاسد اللي هو عائلي واحتفظ بالنمرية دي بس بطريقة خليه ما انقريتش ويكون عايش طولوقت في وانس وحب وحنان ايه اللي لفت نظرك في خالد الساوي هو في الواقع ايه اللي ملفتش نظري في خالد الساوي بحقيقة ايه اللي ملفتش نظري بمعنى ايه خالد انسان ضغري جدا في زمن ان عدمت فيه الحتة دي يعني حتة الانسان يبقى direct to the point صريح وكمان وعنده حتة الطفولة كده في التعبير في بقى بعض الحاجات يعني لما كنا مثلا في اجتماعات الحزب وتلاحظ انه يبقى منفعل وبيعبر يعني مش عامل فيها بقى التقيل اللي هو انا مثقف وبتقول لا 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 يعني تحسوا كده ثوري فعلا وضغري جدا كمان في تعاملاته مع ناس ده شيء هل استوعبتي جنونه وثورته؟ اه اتمنى اكون قدرت اعمل كده اتمنى ده تتمنى ليه؟ التمنى معناه انه لم يحدث؟ اه لا التمنى معناه عدم غرور دي اول حاجة الحاجة التانية ان خالد جوا بحوره غويتة قوي اه اه ان خالد انا دايما بحوره غويتة فارجو ان انا كون نجحت في استعاب جنونه واستعاب موهبته برضه لانه استعاب شغله ان ده برضه بيأثر على عصابه بشكل فضيعي قوليلي حبه للحيوان بتشوفيه ازاي؟ خالد خالد يعني عنده مجموعة من الحيوانات كده يعني طبعا النمر والاسد ده مفيش كلام والذئب ذيب والدولفين والدرفير اه بس يمكن الاسد يعني حبه للأسود ده كتحجم الحاجات اللي سهمت انه انه او اوحيت له بان فكرة ان احنا طب احنا نقرب اكتر بقى ونكون نعيش حقا عقلية مع بقى نتجوز نعم نعم دي فحبه للحيوانات ده كان كان بارت من سجلاتنا يعني قبل من نتجوز طبعا ايه في تقديرك انت التغيرات الشديدة اللي حصلت في حياتك بعد الزواج؟ لا ده تغيرات عديدة جدا جدا نفسيا واجتماعيا وكل حاجة يعني عايز اقول حاجة ايه حاسك ان مثلا كنت زي كان واحد مثلا اه 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 في حاجات كتير ايه وكان فيها معيالة وفيها حزن وفيها حزن مهم او ده اه طبعا طبعا بتبقى عايش لوحدك فترة طويلة وفي فقد لانك انت حاس يعني اه انا يعني ابقى انا بقى واحد من الناس اللي يعني سعيد في الشغل بعد ما تعبت سنين في حياتي لكنه مش سعيد في الحب او بتاع فالحمد لله اه قدر طبعا طبعا بقى عملية تراها تماما تماما نعم بقى في حاجة اسمها انه انه يوم بيوم انت عندك هل انت اه كزوج يعني طبعا انا عارف ان التمثيل بياخد وقت غير الطبيعي لكن هل بيبقى فيه شيء من النظام في الحياة التي تعيشها كزوج انا بحاول اصلح ده انا اقدمه بقدر بس الشغل مازال بالنسبالي اه اه يمكن عشان عيشت سنين طويلة النمط بتاع انا كنت عايش اه اه بين ما بنام واشتغل متر مترين هو دي حياتي كلها اه صحيح اه فحاولت ان انا افصل تمام حاولت ان يبقى مكتبي في شقة وبيتي في شقة انه بتاع اه مية متفاهمة جدا انا ما بتشتكيش من فترات اللي انا بتسحب فيها بس انا برضو ببقى متضايق جدا لما بشوف انه اه يعني في حاجات مش منطقية ومش مقبولة بقيت دلوقتي بالنسبالي انا ان انا اعملها زي مثلا ان الواحد يبات في الشغل في المكتب حتى لو في نفس العمارة اه انما يكمل شغل بالطريقة القديمة اللي كان اخذ عليها ويطبق ومش حارف ايه دي حاجات ما بقيتش اه عمرك اشتركت في منظمات سرية سياسية اه عمرك طالك الاعتقال اه كان اه كان في اه اه اوضيه بس ما اه مكنش موجود وقتها في مصر فافضلت قاعد برا لغات ما خلصت انت نزعيتك اشتراكية يا خالب اه هل انت ممكن احطك في قائمة ما يسمى بالشيوعين ولا ده امل بعيد الشيوعية امل بعيد ما بحبش الكلمة دي خالص لانها دايما بتجيب معاها بعض اله ركومات القديمة الخطأ القديمة سواء على 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 المفاهيم مفاهيمها بقى كل مفاهيمها التانية والدينية والافلاقية والا وحتى التجربة نفسها نعم للحزب سواء الحزب السوفيتي او الحزب الشوي حتى الصيني اللي بقى حاجة داني قول صحيح فما بحباش الحياة ما جرى في الاتحاد السوفيتي المفكك هل انت في تقديرك الشخصي استقبلته ازاي؟ لو بقى على الاتحاد السوفيتي اه انا انا قلت ده لازم كان يقع من قبلها انا من الناس اللي قالوا كده الاتحاد السوفيتي وقع لكن الاشتراكية كحلم انساني لم يقعش لماذا واقع على الاتحاد السوفيتي؟ طبعا لانه تحول الى دكتورية ولا حول الى الى دولة اه اخرى بتستعبد الامم الاصغر وهو تحول الى حاجة مناش علاقة بالاشتراكية حتى لو كان اسمه حزب اشتراكي 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 او بتاع انما هو بقى في الحقيقة بيتبعش اسمه رأس مالية الدولة بقى تهي كابيتاليزم اوف داستيت هكذا هو الذي اسقطه في رأيك الاشتراكية في الصين نجحة؟ لا مهامر دي مش اشتراكية مش اشتراكية؟ بتسمي ايه عاية؟ بسمي ان الصينيين من غير ما ما قايدوا نفسهم بالضرورة يعني انهم ما يقايدوا نفسهم بمسميات هما لقوا نظام ما بتاعهم اذا كانوا هما ما بيشتكوش منه لكن انا عارف كويس قوي انه هو عنده مبررات كبيرة انه الناس تشتكي من النظام اللي موجود لكن في الفترة الاخيرة هو لقى نظامه اذا كان هذا النظام قادر على انه هو يستوعب المليار واكتر هم اكتر من مليار دولار طبعا المليار ومتين انصر نعم اذا كان قادر انه هو يستوعب والناس ما عندهش شكايات يعني هلو يمكن انهم مثلا ينتراحوا النظام ده على الانتخابات او في بتاعه؟ انا انا اتصور انه مش بالضرورة في العصر الجديد انه ناخد مسميات ونمشي وراها على قدر ان كل امة تصنع لنفسها ما ينسبها نعم اذا ناس على السنين ده ما يسابوش مع نفسهم بقى نعم بما انك انت تكلم عن النمر ذهني يعني الشيء بالشيء واسكر ايه تقدير خالد الساوي للنمور الاقتصادية؟ اههه 으ازك يهه لازم اسألك عندك لا انا طبع ضد هال هاو هؤلاء نجحوا في الاقتصاد وقد ايه الشفرة بتاعيط لا انا عندي عندي مشكلة كبيرة مع النظام الرأسى المالية بالذات في المرحلة الانبريلية اهه في مرحلة الاستعمار أيane اتصور انه العالمطن مش بس الإقتصادييات كانت تعبيري عنه محتاج لنقنه خلينا نسموش اي مسمى دلوقتي بس خلينا نقول اليه إذا ما كانش فيه عتل اجتماعي على مستوى الكورة الارضية إذا ما كانش فيه تعاون وَوَاذَا مَا كَانش فيه وقوف ضد التسليح اللي هو في النهاية الشرسة دي التسليح الشرس اللي هو في النهاية عقب بيستنزف دم بيشرب يعني بيمص دم شعوب وهو بيوجه لو في الآخر ما قدراش نبني حلم وننفذه لإنسانية واحدة وكوكب متعاون وكوكب في أخوة وكذا بطريقة يعني يكون فيها إنصاف مبدئيا لكل المتهدين والفقراء والضعفاء هل تمنيت أن تعيش في كوكب تاني؟ لا أنا أنا من المتعصبين للإنسانية ولكوكب الأرض وسعيد بكل حتى فاهمني ليه أنت طول عمرك منحز للغلابة والكاتحين هل هو تكوين جينات رؤية شفت مشاهد يعني ما الذي يكون هاوزة الوجدان في جوك؟ مع راشة لأنه إحنا ممكن أحيانا أصحاب من جيل واحد ومن نفس الظروف ونفس العلم ورمى سمامة والتاع وإنت تحب أنك أنت تقول أنا هلعب مع أولاد البواب وما فيش حاجة اسمها ده أحسن من ده ما فيش فروق لما منزل القوضة دي ليه؟ عايشين في قوضة ده لفت ناصري زي بزبط زي القضية الوطنية زي ما قوله حاجة من سنة مثلا أربعة خمسة كنت مشغول ومهموم بيها حتى لو أنا مش فهمها وكان من نفس الحكاية كنت مشغول ومهموم بالتفريقة ليه ناس أعلى مننا قوي وإن الناس أقل مننا ومش فهم أي مبر منطقي ماما ده نحيازه للطبقات الكادحة؟ لا ما نحيز نحيز كامل وأنا معي بتحسيها إزاي؟ ممكن أحسها في ألا حاجة ممكن أحسها في إففي بتقال في فيلم في شخصيته؟ أه يعني في شخصيته وممكن إحنا نتفرج على إففي فيلم يوجعه ويوجعني إنه في طبقية ده بالنسبة لنا شيء غير مقبول لو سألتك قلتلك إيه وجع خالد الصوي؟ تقولي دي إيه؟ خالد خالد وجعه يعني اللي أنا ده راجل حالي إنه؟ الحالي اللي إحنا عايشينه هو طبعا الظروف اللي بيمر بيها والده ربنا يا ربي يقومه السلامة وديه الصحة ويمكن الـ وجع عائلي يعني وجع عائلي ويعني فقدان المرحوم خالد صالح برضو ده كان ده وجع يعني وإن كان الناس ممكن تحس إنه خالد متماسك جدا وقوي وده حقيقي بس ده معلم فيه بشكل لا إذا انت كلمت كتير عن والدك لكن معرفتش أثر والدتك عليك إيه؟ زي أمي لها أثر عظيم بالعكس أقولت حضرتك البيت كان أعظم ما فيه منه إحنا صغيرين موجود الأمان والحنان ده كان مركز في الـ الحنان طبعا الحنان من الأبوي ومن أمي بس بشكل أساسي طبعا أنه هو مفروض إنه هو يكون مصدره الأم وده اللي كان حاصل زي ما الأمان بين الاتنين بس يكون مصدره الأب وده اللي كان حاصل بالعكس أمي مش بس الحنان أمي كمان القوة وحسن التصرف والاعتماد عليها في غياب أبويا والهارموني العظيم والتوافق اللي بيقدروا هما الاتنين كانوا يعملونه هل أنت ابن الحياة يا خالد؟ أكتر من ابن المدرسة والجامعة؟ أظن 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 كده يعني أنا فيه تأثير مفيش شك علي من البيت أمي أمي تحديدا وأختي بعد كده لأنها أختي طبعا بس يعني هي كمان قريبة من قلبي جدا وقريبة من دماغي جدا ورغم إن إحنا مختلفين في حاجات كتير قوية لكن في بيننا نوع من الصداقة مش بس الأخوة آآه اه صحيحة هما اليوم تأثير تلاتة علىية لكن أنا أتصور أنه بحثي ومغامراتي ورايح جاي في الحياة وأحاول أنا أعمل حاجات وأبطل حاجات وتبنى حاجات ومشرف إيه أظن منذ كان له التأثير أنت تأجنك يا خالد عشت حياة يحكمها التجريب بالظبط تمام بالظبط والسكر النبات واحدة الباكة بورطات والفلو التامية سألوني تهب بأيه طوما نقول تل إنسانية السود وصفر الهلود الحمر والناس اليابانية ألا هب بالPakistan وكمان أفغانستان والأمريكستان والدنيا الأمريكانية يا ليل يا ليل يا ليل سألوني بتدرب ليه طوما نقول تبلاش غباوة النهر دي هاجه لازم علشان تيقي الهلاوة علشان ديمقراطية والماما رقسمانية هايموت الناس الكاكادول هايموت الناس الكاكادول ويتيقي دنيا تانيا يا ليل أعصنا يا رقسم ترجمة نانسي قنقر